مساء الخير يا جماعة ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع شايك وجميل وهو سبب تسمية مدينة المنصورة هذه المدينة الباسلة العريقة بهذا الاسم اولا تعريفا بالمدينة هي يعني عاصمة محافظة الدقهلية بتبعد حوالي 120 كيلو اتجاه الشمال الشرقي من العاصمة القاهرة هي ثاني اكبر مدن الدلتة بعد مدينة المحلة الكبرى وبتطل على الضفة الشرقية لنهر النيل على فرع دمياط وفي الضفة المقابلة لها او في الناحية المقابلة لها توجد مدينة طلخة كان اسمها جزيرة الورد وذلك لانها كانت محاطة بالمياه من ثلاث جهات وكان بها اكبر حقول وحضائك الورد في مصر اسسها الملك الكامل احد ملوك الدولة الايوبية ساعة 1221 ميلاديا واطلق عليها المنصورة بعد الانتصار الصاحق الذي حققه المصريون والشعب المصري العظيم ضد الحملة الصليبية السابعة في فترة الممليك ساعة 1250 ميلاديا حيث حقق الجيش المصري العظيم انتصارا صاحق على هذه الحملة وأثر الملك لويس التاسع ملك فرنسا وأودعه أو اعتقله في دار ابن لوكمان الذي يعد مازارا ومتحفا تاريخيا سياحيا هاما في المدينة الباسلة حتى الآن من أهم أحداث المدينة أيضا معركة المنصورة التي دارت روحها بين القوات المسلحة المصرية القوات الجوية والقوات الإسرائيلية دارت هذه المعركة في سماء مدينة المنصورة في 14 أكتوبر 1973 وحقق نصور القوات المسلحة انتصارا صاحقا على الجانب الآخر في ذلك الوقت وهو يعد لمثابة أكبر الانتصارات الحربية الجوية العربية حتى الآن يعني دي نبزة بسيطة ومختصرة عن سبب تسمية مدينة المنصورة هذه المدينة المصرية الباسلة العريقة بهذا الاسم سواح الخير يا جماعة ان شاء الله النهاردة هنتكلم في جمال بسيطة ومختصرة هنحاول ان احنا نعبر عن مدينة إسنا ومعبد إسنا يعني ده بزة طبعا بسيطة جدا وان شاء الله في حلقات قادمة ممكن نضيف معلومات تانية عن المدينة ومعبد نبدأ ونقول ان مدينة إسنا تقع جنوب مدينة الأكتو بحوالي 58 كيلو واطلق عليها لغريق اسم لاتو بوليس بمعنى مدينة السمكة نسبة إلى أحد أنواع السمكة النيلي وهو كشر البياض الذي كان يعبد من قبل ساكني إسنا في الفترة اليونانية الرومانية ذكرت إسنا في النصوص المصرية القديمة بأسماء عدة منها إيونيت وطا سينيت وسينيت بحس فأداية التعريف طا ثم تتورت في الكبتية فأصبحت سيني وفي العربية أصبحت إسنا كما أطلق عليها أيضا خينيت طا بمعنى متصدرة الأرض معبد إسنا يوجد على الضفة الغربية لنهر النيل يبعد حوالي 100 متر عن نهر النيل ومقام عليه رأسيا على محور واحد وأرضه منخفضة عن الأرض الحديثة لمدينة إسنا الآن بحوالي 9 متر كرس المعبد لعبادة المعبود خنم راع وهو الذي يشكل البشرة على عجلة الفخراني وأطلق عليه عدة ألقاب في المعبد مثل خنم راع نب تا سينيت بمعنى خنم راع سيد إسنا أو خنم راع نب سخت بمعنى خنم راع سيد الحقل وهو يعني فيه برضو صورة جميلة للمعبود خنم بداخل المعبد مكتوب عليها خنم با انخوي نفر بمعنى خنم الحامي الجميل يظهر للإله خنم في معبد إسنا زوجتيه الزوجة الأولى هي منحيت وهي تصور كهيئة أدمية برأس زوجة الأسد والزوجة الثانية نبتوب ويسمها يعني سيدة الأرض الزراعية وتصور كسيدة ترتدي ألتاج الحدحوري كما ظهر أو صور مع الإله خنم وزوجتيه المعبود حقا كابنى له وكذلك عبد في معبد إسنا الرب نيت رب تسايس وكانت تصور على هيئة سيدة ترتدي ألتاج الأحمر وتمسك في يديها أدوات الحرب مثل الكوس والسهام كذلك وجد مجموعة من الصور للأرباب والربات زائري المعبد مثل الإله يزيس والإله وزوريس والإله أمو سواحي خير يا جماعة إن شاء الله هنتكلم بإجاز شديد جدا ومبسط عن مقابر النبلاء الموجودة في أسوان هذه المقابر الموجودة في الضفة الغربية لنهر النيل في أسوان هي مقابر منكورة في الصخر وأطلق عليها مقابر النبلاء أو مقابر قبة الهواء أو مقابر قبة الشيخ علي أبو الهواء هي موجودة في شمال جزيرة إليفنتاين وبتؤرخ لعصر الدولة القديمة والدولة المسطة لعل أشهر المقابر الموجودة هناك هي تلك المقابر التي تنتمي إلى حكام أسوان من الأسرة السادسة الذين أوكل إليهم مهمة القيام بحملات تجارية واستكشافية في المنطقة من أشهر المقابر هناك مقبرة حالي خف مقبرة ساطيني مقبرة ميخو مقبرة بيبي نخط ده بالنسبة للدولة القديمة وبالنسبة للدولة الوسطى مقبرة سائر نيبوت مثال للمقابر الموجودة هناك أو يعني أهم الأحداث أو النصوص المنقوشة على إحدى واجهات المقابر الموجودة هناك هي مقبرة المدعو حالي خف هذا الرحالة الذي نقش نص على واجهة مقبرة بدأها بالإشارة إلى ألقابه كحاكم إليفنتاين ورئيس الحملة ويشير إلى الحملات الاستكشافية الأربعة التي قام بها في عهد الملك ميري إنراع وعهد الملك بيبي الثاني وكلا الملكان ينتمي إلى الأسرة السادسة فقام بسلاسة حملات في عهد الملك الأول وحملة واحدة في عهد الملك الثاني من أهم الأحداث التي أشار إليها حريخوف أن في الحملة الرابعة في عهد الملك بيبي الثاني استطاع الحصول على قزم يستطيع إقامة رقاصات إلهية وقد أبلغ الملك بهذه الأخبار فرد عليه الملك برسالة بسعادة غامرة وشكروا على هذا الصنيع وكلفه أن يبذل قصارى جهده لكي يأتي بهذا القزم سالما إلى العاصمة وبالتالي الرسالة قام بنقشها حريخوف على واجهة مكبرتي كنوع من أنواع الفخر شكرا لكم